كشف رئيس الفاف جهيد سفيزف أن قرارات الكاف بشأن هوية البلد الذي سيحتضن كان الفين وخمسة وعشرين سيقرر بالجزائر من قبل اللجنة التنفيذية وقال جهيد سفيزف في حديثه للإذاعة الوطنية موعد الكشف عن هوية البلد المنظم لن يكون يوم عشر فيفري وإنما أجل إلى الثلاثية الأخيرة من نفس الشهر مؤكدا أن الإعلان عن هوية البلد سيكون في الجزائر في اجتماع اللجنة التنفيذية بنسبة كبيرة جدا بحكم انشغالها أن انشغالاتها كثيرة في هذه الفترة